اشتركوا في القناة فيتزوج وعند نية الطلاق الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في العبد لا ما الحكم فيه والدني فتزوج الإنسان بنيج الطلاق محرم على المشكوم بمذهب الإمام أحمد وقال إنه مثل المتعة لأن الإنسان نوى أن يكون زواجا موقتا والمتعة زواج موقت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة كما لو نوى التحليم أي تحليم المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه فإن النفاح يكون باطلا وقال بعض العلم أما إنه لا بأس بها أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاء وقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسر النكاء بدون اختيار من الزوج وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداء للمرأة وأهلها فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه ويكون هذا قد خدعهم وغشهم فمن هذه الناحية يكون حراما لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسر النكاء بدون اختيار من الزوج هنا وهل الرأي راجح من الشيء والرأي راجح أنه يحرم عليه ذلك تحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق وعليه أن يصفل ويحتسب أو يتزوج وإلى نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر